وعكيد رح نظل اليوم بمساحتنا الثقافية اللي بدأنا فيها بشعرة وأديبة ورح نكمل مع طفلة كتير مميزة وعندها موهبة أيضا مميزة موهبة الكتابة اللي أيضا بدأت فيها بمجلة أسامة طبعا هاي الطفلة تميزت بالكتابات الجميلة بتحمل البساطة والموهبة بنفس الوقت وتميزت وعرفت بكتابة القصص القصيرة غالت شهادة التفوق من مجموعة تحكي لحكي لأتطوعية للأطفال معنا الطفلة مريم سلطون يسعد صباحك صباح الخير كيفك الحمد لله شكرا صباح الخير مريم صباح الخير كيفك اليوم الحمد لله تعذبت شيء على الطريق ولا لا رواء رواء خلينا هيك حكي لنا عن مريم إذا حابت تحكي عن حالك شوي حكي لنا عن مريم اسمي مريم راني سلطون من محافظة طرطوس نجحت لصف السادس الإبتدائي في مدرسة الشهيد حيدر الخدام أنا عندي هوايات وبحب أكتب وبحب ألعب رياضة إنه مثل كرة السلة جيد حلو مريم خبرنا اليوم إنت بلجتي تكتبي ما يشجعك على الكتابة طبعا قبل ما يبدل واحد بالكتابة بكون عنده بخزون بيقرأ يمكن كتير قصار بحب يقرأ فخبرنا أنا بحب أقرأ روايات أنا مخصصة لعامري بحب أقرأ روايات لليافعين هلأ أنا بدأت بالكتابة كنت أكتب خواطر ورسائل معايدات لأهلي أو زملائي بالمدرسة فأطورت حالي أني أنا بلجت أقرأ روايات وقصص مخصصة لعامري بعدين صرت أكتب قصص قصيرة ذات عبرة للأطفال بتساعدهم بحياتهم اليومية والمدرسية من أول حدا قالك مريم كتاباتك كتير حلوية وشجعك قالك أنت لازم تكملي ولازم تقري أكتر هلأ ماما وخالتي أريج هني كانوا جناحاتي رح توصلت لهون نعين تانيا عائلتي وتيتا وجدو أهلي هني كانوا المشجع الأول إلي والمستمع الأول مدرستي دائما كانت تدعمني إنه كانت دائما إلي بكل نشاطاتي الأدبية الشاركت فيها أكيد بدنا نوجه لهم تحية لكل الأشخاص اللي ذكرتهم لوالدتك ولأخالتك وللكادر التدريسي اللي بيدعم هي المواهب مريم شايف معك جايبة شي تحكي لنا هي قصة حنين قصة فتاة تعرضت للتنمر بالمدرسة بس هي كانت أقوى من التنمر يعني هي ما خلت زملاء بالمدرسة يتنمروا عليها هلأ أنا اخترت مقطع قصير منها هو محاكاة عقلية كل الأطفال لما يصيبهم شي حزن أو فرح بحكوا حالهم فهيدا الشي بيسموه محاكاة عقلية حاب جلست حنين في استراحة الطعام تفكر وتقول لا داعي لجلب المظلة معي غدا وإن كان الجو ماطرا لست مجبرة على سماعي سخريات غدا أيضا لكنها بعد تفكير تذكرت فرحة جدها عندما أهداها المظلة وأحساسه بأنه قد جلب لها هادية جميلة ثم قالت بشجاعة لا 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 سوف أستعملها إن أعجبتهم أو لا وإذا بقيت أستمع لهم فلن أفرح يوما واحدا أصبحت حنين متعلقة بمظلتها جدا وأصبحت تنتظر اليوم الماطرة لتحمل مظلتها الصغيرة وتذهب إلى المدرسة ليرى الآخرون إن كلامهم لن يؤثر بها وفي النهاية فعلا عتزت حنين بما تملكه وبهدية جدها وشجاعتها التي جعلت زملائها يصمتون ويكفون عن تنمرهم وأن يتمنوا أن يمتلكوا ما تنتلكه حنين كثير حلوة الفكرة مريم شكراً ونحن اليوم كثير بحاجة إلى فكرة التنمر شفتها هي على أرض الواقع إن كان بمدرستك أو كان بمحيطك مع رفقاتك شفت شي تنمر خلاكي ممكن تتشجعي وتكتبي عن هذا الموضوع هيا هذه القصة هي صارت معي وأنا عندلتها شوي وهيك على حسن تنمر معيك بأي ناحية معلش هذا موضوع التنمر مكان كتير تحكي عنه بالفترة الأخيرة كتير صارت في إعلانات لحتى نشجع نحن الأطفال ونشجع الشباب والعافعين بسبب ممكن نعفاف المشكلات كتير كبيرة لنتجات عن التنمر فخبرينا أصدك مريم كيف كانت؟ أنه أنا كأج جبت ميزلة هي هدانية جده وجده كتير عزيز عليي فبس هم بيعرفين ميزلة صغيرة فهني رفقاتي بمدرسة قالوا أن رسومتها مانا حلوة وحتى أنه الميزلة كتير صغيرة ما تحميني من المطار بس أنا تشجعت وصر تجيبك كل يوم معي لما يكون اليوم جو ماطر فهني ما عطحكوا شي لأنه تفاجأوا أنه أنا كيف ما زالت وحزنت أنت حدا كتير قوي يمكن أنت قلبت هذه الحصاصية الموضوع بكرة رح تعمليه رأي عام ورح تحكي كتير عن هذا الموضوع يمكن بسبب موقف صغير نحنا بيخلينا نبدع ونخلق أفكار جديدة وأكبر مريم أنت كاب بداياتك أو كنت التابعية برامج أطفال أو أفلام كرتون متأثرة فيها خلتك تكتبي شي محاكات لهذه الأفلام أو بس بالتابع وبتأخلي منهم الأفكار صراحة برامج الأطفال ما عطتني الدافع وما عطتني الأفكار هي الكتب الروايات اللي أنا بقراها هي اللي عطتني الأفكار والدافع بس أنا لقيت أنه من الجميل أنك تقري رواية بعدين تشوفيها كفيلم كارتوني مثل صاحب الظل الطويل هي رواية مخصصة للأطفال ممكن يقرؤها الكبار كمان للكاتبة جين وابستر ورواية جزيرة الكنز هي للكاتب روبيرت ستيفنسون ورواية توم سويار لماركتوين ورواية كمان الأمير والفقير لماركتوين أنا شاهدتون هيك برامج أطفال فكتير حبيت حسيت أنه في متعة وحماس لما تشوفي شخصيات البرنامج رواية عن تتحرك وتحكي برافو خبرينها مريم أكثر عن شهادة التفوق اللي أختيم المجموعة حكيلي حكيلي الأطاة طوعية هلا صراحة أنستي المدرسة أنسي حنان حسين بوجه لتحية هي اللي توصلت مع المجموعة وبهيدي الشي هني بواسط كتاباتي هني يعطوني هيد الشهادة أنا كتير بفتخر فيها أكيد لم ينا أكثر شي بتحبي تقرأي مريم؟ ما في كاتب محدد بس أنا في عندي كتاب ثلاث كتب صارت فين كتير هني روايتين وكتاب الرواية الأولى هي رواية الفتن نبيل لفرانسيس هوشسيت والبروفيسور لتشارلوت برونتي وفي كتاب أنا بنصح كل الأطفال أنهم يقرواه كتير بساعتهم بحياتهم اليومية أو بحياتهم بالمدرسة هو كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر بالناس لديل كايرنجي كتير حلبة هاي العنوين مريم مين عم بساعدك إمكان باختيار هاي العنوين؟ هل يوجد شخص ممكن متفرغ أو شبه متفرغ مهتم أنه دائما يجيب لك الكتب يلي بتساعدك أو حتى يرافقك بمكان باقتناء الكتب بأي مكتبة أنت موجود؟ هلأ إيه ماما كتير ساعدتني بهذا الشي إنه راقت عندي أنه أنا بحب أني أقرأ وبحب أكتب فهي صارت ضلت جب لي روايات وأحياناً أنا وما أقرأ رواية بشوف اسم رواية تعني أنه بيكون ما يقراها إنه البطل القصة فأنا بحب أني جربة كمان كان إليك مشاركة وتجربة مع مجلة أسامة محسن؟ خلينا نحكي عنها هي تجربة جميلة جداً وهي كانت بداية الصعود للسلام هاي البداية أنا مستحيل إنساها موجه شكر لرئيس التحرير ولمجلة لأنه هني عطوا فرصة لجميع الأطفال شو ما كانت مواهبهم إن ينشروا مواهبهم وينموها إنتي أول شي شاركتي بالرواد؟ لا لا لسا هاي مجلة أسامة على فكرة كانت على أيامنا إحنا لما كنا صغار وبعدها مستمر بهذا التطور سراء من ناحية الألوان والرسومات وحتى بشاركات الأطفال فأنا كتير مبسوطة أنو مريم انتي كنت مع Judge بكل إنجاز، قدما كان صغير و قدما كان كبير، أنتي أدمتي اليوم، و قد أتمنى عليك كل التوفيق شكرا لأمك، اللي أكيد هي موجودة معنا في الأستوديو، و تعطيك كل الدعم نحب حاجة كثير لهذه أمهات اليوم بقدموا الدعم و أكل الاهتمام لأطفالهم مدرستك كمان اللي يهتمد فيك، شكرا لك مريم و كل التوفيق قبل كمان بدنا نختم، لازم نسألها لمريم عن حلمها و محابة تصير أنا بحب أن يصير كاتبة مثل الكتاب اللي بكرا ألون روايات بحب اني اكتب لليافعين او اكبر انو اكتب لليافعين روايات وهيك شكرا لكم انت اي مش هالله اكيد منالك كل التوفيق يا مريم شكرا لكم كل التوفيق لك شكرا لكم